يا ربنا السلام عليكم بسم الله الرسول ورسول أبتم بر الله رب العالمين كل الله وقصدنا ابو خمد على أوله وقصد أبوهين ودعك كم يدني سرمي أنك نفر وقت رسال وقصدنا كلهم سبيل كلهم تأكد رسالين كلهم ربنا يرعاهم يحفظهم ويجعل خرجهم مضرورة لذنبهم ناطرة فكذلك جميع من خرجه وكمد كلنا نسأله أن يفقني ويتقبلني ويهديني لأكثر من سبيل برضي عقيم الشخصي بدأ بكل الآيات التي أولها وإن الذين سبقت لهم مني يستطيع إلا تطعون ها مبعدين لا يسمعون خفيفة وهن في مستهد أن تطعهم لا يحفظهم من فزع الأكبر وتتلقاه من الملائكة هذا يمكن الذي كنت كنت يعدون سبحان الله وعملات القرآن آية واحدة تنتبه تنتبه الدنيا ونفسها ولكن آيات الله تذكر الجنة وتنتبهتها وتذكر قبل أهلها وبعد أن يذكر الله مال أهلها من معين يقول لمثل هذا في الأعمال العالمين ويبين أن معين الجنة في الفوز العظيم وهو الرحمة وهو استعادة الأبدية لكن في الآية التي صلوناها ما يرجف القلوب لدير فك في ذنبها وهو قوله تعالى إِنَّ الَّذِينُ فَدَقَتْ لَهُمْ يَنْرِفَ لدير فك لا أحد يعلم من الذي ثبقت له الخط ومن الذي لم تثبق له الخط بواحدة ثم في الحديث التخير يقول صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَخَبَكُ الْرَامَلُ دَعِينَ لأهلِ الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا جراع فيسبق عليهم كتاب فيعمل جعمل أهل النار فيبطله وَإِنَّ أَخَبَكُ الْرَامَلُ أَخَبَكُ الْرَامَلُ وَإِنَّ أَخَبَكُ الْرَامَلُ وَإِنَّ أَخَبَكُ الْرَامَلُ أَخَبَكُ الْرَامَلُ وَإِنَّ أَخَبَكُ الْرَامَلُ يَرِيْتْ مَا يَرَى رَاءُحَةَ النَّعِينَ أَبْدَ وَإِنَّ أَخَبَكُ الْرَامَلُ وَإِنَّ أَخَبَكُ الْرَامَلُ ولكن يهمل نفس معين تنون نفس عذاب لكن هناك مفي الصرة الأخرى فريق في الجنة فريق في الثاني يعني يمكنك مرسل وسط وأهل الأعراب الذين يكونون في ميقفهم بين الجنة يوم القيامة يظلون كذلك وفي النهاية يؤمر جهن الى الزم اذا نفسه فالذي يختم له بالكسر فالعياذ بالله لا نعيم له ابدا يمرتواحد ولا يخرجون العذاب ابدا يمرتوا وهذه يا اخوة لخطيرتها تسمى كل واحد منا وحاسب نفسه كما تاني ابطال عمر حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعوام اعمالكم قبل ان تزم عليكم يعني اتلموه وعرفوا ايه اللي اتمنوا كل خطوة كل سلمة كل عمل ايه اللي اتمنوا فان يجبته على نظام الاسلام فهذا خير تفن بالله عليك وان يجبت نفسك من حرفا فهذا سر فاستاثر الله هذا بدون سر كون النتيجة مبهنة هو يعني وصعبة النار ما الايه اللي حساب طب يسمى المن يعني سوى الامل على كده ما فيه طريق من الامل بكب اثار بكب اثار بكب اثار الله يعني الله يعني ويرد عنه ابن كيم تسلم عنه كثيرا وعراب ان يقول للذين يأسون من رحمة الله اما اليأس جريمة كما انت مأمينك كامل جريمة لا يأس من رحمة الله الا قوم الكافرين ولا يأمن مكر الله الا القوم الكافرين فاليأمن انه هو والخلافهم اني مثلي يبقى اطمعون اهي ربني عاوز من ريس ثلاثا لي ثلاثا ثلاثا ذاكى الغسير الحجير ايه اللي عاوز ان امي ربني رعب كما ثلاثا انا عمل في الله وقال لي عنه مع ان الذي قاله الله لا يستطيع احد المجمل كل بديل خطر ولذا جاءت الحديث كل بني آدم كتاء وصير كتاءين التوابون دين المرسوع كتاءين حين قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتكى الله حتى تتاته اتكى الله كان يستحق عرشا اني اتخاب حزنه وجاء لي الغاس ما نزل قوله تعالى اتكى الله ما اتكى تعالى المالين اتكى لو عايزين نبحث عن مجال الامل كاني حتى مجال الامل ابن قيم حل المشكلة السوف تبايا جدت نفسك وتب هداك الله للإسلام والإيمان وحب الله والكثير من الله فاعلم بأن الله أراد بك كلم أنت كذا ليه لأن هناك مذكورا في القرآن بأن الله لا يأتي الإيمان والدين والخلص والحب مع الله إلا لمن اختارهم الله من عباده منذينا اختارهم الله للذين اختارهم الله ثلاثة أسناق منهم السادقين إلى الخيرات ومنهم المتوسكين ومنهم المذنبون لكن مع الشعور بالذنب يستغفرون ويتوبون والكل لهم من الله الرحمة والماثرة والجل الله أكثر يبقى ده مدخل الصغير بالاسم امام او بالأبد لذلك في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين استقينا من عباده يعني أعطينا القرآن والمراد مبادئ القرآن أعطيتها لهم يا رب أن للذين اخترت اختارهم الله من عباده وهؤلاء أكتام ثلاثة فمنهم ظالم لنفس ومنهم مكتسب ومنهم ثابت بالخيرات بإذن الله ذلك هي القدل الصبيع لكلهم مدى أن يموت على هذا القرآن لهم النعيم يوم القيامة ولو كان المذنب لم يتب يبقى بيأخذ منه بيعذب بقدر ما يستحق لنهايته الجنة والجنة بعدها جنة عدميات القنونة وحلوا ما فيها من أساورا من الجهر ولؤلؤة ولباسهما فيها حرية الآبين اعتز جدا دارنا القيامة زي يبقى عليها وعلى المعامل اللي فالعمل الآبين خد ما مش شيئا قال تعالوا ألم يقر الله في القرآن إن الأممين يصلون بالإيمان إلى مركبة السبتين بصدق الإيمان معناه أن الله ذكر الإيمان ورتب عليه الجزاء أما الأعمال فمن الناس من يسبق بها ومنهم من يتوسف ومنهم من يتأخر لكن ذلك لا يمنعهم من دخول الجنة بل كما تمر الزمد لا يمنع من الصديقية يعني إيه نمكن يكون في الزمد ويكع في الخطط يكع في الزمد لكنه يسيب ويسرع إلى الزمد ويمي الزمد بمقدار الزمدية بمقدار الزمد كري مع الله لأن كل واحد ينجم على أبد إيمان واحد ينجم ندم يمكن يعذب كل حياتة واحد ينجم ندم ابن سعب كل ميزان من كين ذاء بهذا من كونه تعالى والذين آمنوا بالله ورسلوا أولئك هم الصديقون والسهباء عيد ربهم لهم أدرهم ونوردهم أدو كما نحضر تدخل علم الأمر في كونه تعالى ألا إن أولياء الله لا خاف عليهم ولا هم أحدهم الذين آمنوا وكانوا يتفهم لهم البسرة في الحياة في الدنيا وفي الآخر قال العلماء المؤمنين الأكتية ما هي بسراهم في الدنيا ألا بسراهم كثيرا أولا الله تعالى يستجيب له دعاءه لأنه لا يستجيب إلا للمؤمنين ثانيا الله تعالى يثبتهم على الحك حتى يلقى لقيمه تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقيم الثابت في الحياة في الدنيا وفي الأسرة ثالثا الله تعالى يريهم الرؤية السالحة إن عمل سوءا رأى رؤية مزعبة فترده عن ذنبه وغيره وإن عمل سورا رأى رؤية سالحة فتبسره بموقته وبوضعه إن ترده ولذلك الرسل عبد السلام أكثر بأن الرؤية السالحة جزء من كتة وأربعين جزءا من النبوة جزء من كتة وأربعين جزء من النبوة إذن الرؤية السالحة الذي يراها المؤمن أو ترى له من المبسرات نجامة وصل على السلام أكثر إن لم يبكى لهذه الأمة وحيد العليه لكن باقية المبسرات فلما سئل عن المبسرات قال هي الرؤية السالحة فذلك من الأمل يا إخوة من الأمل الذي أعطينا يعني كابلا عن أن الواحد مما يظل يشعر بحبه لله وبخوفه من الله وبارتباطه من الله من الأمال الكبرى أما المؤمن إذا عمل ذنبا أحزت بالذنب واستيقظ دميرك وسعر كأن ذبلا يريد أن يقعلك المناسب إذا عمل ذنبا كأن ذبابا يقع لأنت يفعل هاتبا فلوهتم المؤمن حين يرى الحق يجد نفسه مندفع إليه سواء فعله أو لم يفعله المناسب والكافر والكافر المغلف القلب حين يذكر بالحق يتدار ويتألم ويسمعه يتره إلي معاه إلي غالس معاه لأنه ما أجي أراه ما أحبك شكك يا أخي ما أحب دلتك إيه كل ما دلتك تقول لي الله النبي الدين كل ما دلتك تكلمني في الصلاة في الصوم في الدكة كل ما تكلم اوه توقف أظن في الصورة معينة اسمه حساسية المؤمن كالمؤمن حساسية مع الله كريم المناسب قلبه مصمت حاجة رئيسة ولما تيجي تلك الله يتألم يتغاد كرك النبي اغتاب كرك الدين يغتاب الثلاثة لا يفيد أما ليه تجيبني افترض افترض واحدة ركاسة كد عندك بق طوالت لغاية تعت ناسر بالله تجيبني كل ناجل تاجر يقفلت من أوله إلى آخره حتى العنوين بتاعة الفلم يقلت عليها وشخصيات وكاركة النشخصية وعمل كل شخصية كل حاجة ليه وأنه غارف أسلب إلى الأرض وتبهين الله يعني هناك تعبير عديد أن الله تعالى بالنسبة للإيمان للعمل الصالح يسعور يسعرك أنه يردكك بالعالم العلوي ويسنك عن العالم السفيد وحين يكون الإنسان سهوانيا وحين يكون غارفا في معاتي واقعا في الله لا يبحث إلا عن جاك وعن كهواتك الله يسعرك الله يسعرك أنه مبثيل عن السماء وعن العالم العلوي هادكا إلى الأرض نازل فيها كما قال تعالى بالنسبة للعمل الصالح ماذا يقول إليه يصعب الكلمة الصيبة والعمل الصالح يرفع إليه يصعب الكلمة الصيبة والعمل الصالح يرفع ثم يقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلاً سلمة صيبة كما تقضرت صيبة أسمها كابة الكلمة صيبة وسرعها في السماء أصلها ثابت ما ألت ثابت فين اتذر الصيبة لأني إن كان يتبادر إلى ذهنك أن أصلها ثابت في الأرض لا غلط أصلها ثابت في قلبك وترعوها واصل من قلبك إلى السماء أما لو كان ثابت في الأرض ثم نمثلها الأرض ليست مجالاً لتباة كلمة الله فيها إنما تثبت كلمة الله عليها معلش يبقى أصل الكلمة السلمة اللي هي لا إله إلا الله وسلمة الحق عظوماً أصلها ثابت في قلب المؤمن وترعوها واصل إلى السماء يعني ثامرتها موجودة تستمت ومستمدة من السماء ونقول لك مجاعة كلمة أنت بتركع عملك أو أنت بتعمل عمل الصالح العمل يركع إلى السماء يونزل عليك من السماء مدد الله ورحمته وعمايته ومصره وتأييده كلا أخر ده وكلها بتراكم للمؤمنين لما تشفت إنك لما تطلع تثلت المسجد تبقى كرحان ولو أثلتت بيتك تمقيتني الجاي بدون عدر يعني تجد مكتك متبالك يبقى أنت نؤمن لما تقص إن كنت جايكك لو تشفت تمام حب تبقى زعلان وكلبك هيتمزك ولما تحفت إنها مستثرة وترعي يا مؤمنة اتسلت ثلاث أوقاتها وتمع لسنها من الغيبة والنميمة وقطع جدر الناس وتنزت لهمهم وتقصت إنها بتقيت وكانت رحمة الله تبقى أنت ترحان ولما تقصت إنها عمل غير كده تبقى زعلان هذا دليل أنك مؤمن يبقى يا إخوة المبسرات للمؤمن تسيرة جدا تفعية إن الذين سبقت لهم منا الحسنة لا يعلمهم إلا الله لكن لهم أمارات لذلك الله تعالى قال إن الله يجاثع عن الذين آمنوا يجب ندرك المواقف هذه إن الله يجاثع ويجد الإيمان في الأرض فلما يجد الإيمان في قلوب المؤمنين نزلت الملائكة تصف مع المؤمنين وما اصفت ملائكة الله معهم إلا لأن الإسنة سبقت له إذن الإيمان باعتبر أكبر نعمة أنعم الله بها على المؤمن بس بالتمرار لما باتسلموا على الإيمان أكبر ذيالك من القرآن لا أذكروا القرآن والإيمان إلا الإيمان الحج الإيمان المنفعل مث إيمان السنة مث إيمان الحواديث مث إيمان الثوالث إيمان المنفعل إيمان العاطفة إيمان الحب إيمان الخوف إيمان الانتباه بالله إيمان السعور بأنك عبد وهو سيد بأنك ظليم وهو عظيم بأنك عاجز وهو كافر هذا هو صفة الإيمان إبغير الإيمان نبقى والله مؤمنين يا إخوة ولذلك حياتنا ارتبقت وابتربت إذا وجدت إن مستلاته أما مستلاته تحل عن طريق الإسلام تأذر وعلمت يديك بسماك أنك تنكت بحبالها يقول يا رب أشكرك أشكرك وأعد جزعا شكرك وأما تعطيتنا النور الذي يظهر لي السواب من الخطأ والحق من الباطل ألن يقر الله في سكابه آمن كان موتا فأحوناه وذعل له نيرا يا نسودية الله كم المثالية الظلمات لنت بخارج منها هم اللي عند إيمان من سودية الله مثل من إن ذاه جنم يرتبط في أقالي مسكلة مثل الأمة التي مسكلة اليوم أقالي مسكلة ورآن فيها ليه؟ لأنه بحي المساكل كما اللي سمئين المساكل إذا كان حسرت إن أنا بأستغل مديرنس وأنا بأس لكل ما هي الموظفين ويظلمه وابتبتك كريم إذا كتك من المعطنيس ومن المعطنيس طب لما أنا أكلع بعد كده قوانين واحدة أخل المسكلة ما أنا اللي هعويس المسكلة بج بعد ما كلع القانون أشوف من اللي يبديني عسى أنا نسج القانون وانه ما يبديني سمسج القانون يقالي أخيانا بيكون المسكلة مني أنا والحل المدحي له أنا اللي بعاوسه وديه اللي اللي جده رب العسر وكلفه كده ومديه المسلحة وكلفه كده رئيس الكسر وكلفه كده كل بالكسر بس احنا دولار ثلاث والجل القرآن قالها يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقم الله يجعل لكم سرقانا يعني إيه يعطيكم المكيات اللي تفرئوا بي بين الحق الباطل أزم فكرين الحق الباطل يعني تعرف الثلاث من عدم الثلاث وتعرف الإيمان من السف دا هذا برضو يعني نفت عند حد عند هذا الحد لا انتهم دا خطف نحن نعرف بيه كل مشكلات الحياة انتباعا من القدرة إلى السعود إلى المريخ ندرك بيه هذا لو كنا ثابتين في الإيمان ليه لأني أثنى أثنى بسا ربنا الأرض بيه مشكلة على سرق والسنى بيه على كم المؤمنين وكل العالم المحفظم يتفكر لكم ما في السموات يا ما في الأرض جميعا منه هل تفكر لكم يبقى دا على سنى المؤمنين كمين اللي أولى هو يبحث في العالم ويعيث يتقدم المؤمنين لما المؤمنين يجي يتأثروا يبقى تعبانون يبقى تعبانون يبقى أثكر أنت أو إلى حد اللي مفيسنا بالوقت عندك بعض الحلول عشان مشكلة الوقت مين اللي مكتوب للحكمة ومين اللي مكتوب للحكمة نسأل الله أن يتبتني على دينه حتى يليتنا على الحق الذي يرضاه قال ذلك الرسول عليه السلام كان يعلمنا أفدا من القرآن السريم حدها من القرآن ولكنك بتلاحظ أحاديث رسول عليه السلام تلقيها كلها فما قال تعالى لتبين للناس من نزل إليه تجب الحديث مأخذ من الآية لو كان فيه مجال تلقيك تجب ليك أحاديث كثيرة جدا مأخذة تلقي ترجع للآية تلقيها هي الأرض فالرسول عليه السلام كان يقول جائلا اللهم اللهم وَنَكَلِّبَ القليد ثبت قلبي على دينه ثبت قلبي على دينه ليه علشان يزل كابتا حتى يموت على هذا السبب أكد همين من كونه تعالى في سورة الكاتفة اهدنا اصطراف المستقيم يعني تبتنا من سمهده فلما تقولها ان سمهده أمعناها إيه تبتنا على اصطراف المستقيم يتقلها كل يوم في ثلاث القرد سبعتاة الموت لأن عند السبعتاة الوقت ليه على ثانية لا حول لك ولا خول والحيل والقوة بيد الله ثمان الأفضل من قليل تعالى يثبت الله الذي امني بالخيل السابق ومن قبيل تعالى يذل من يساء ويهدي من يساء الى آخر والأمعانه الصورة بمعرفة طيب نفسه على هذا او على الجانب السابق كل مقابرة لأن اللي احنا بنقولي دا ايجا جسر اتنا عايزين المرواب يوقفه نخلص نخلص نتخلصنا المعاملات كلها لا اننا اننا جدنا الاهم فيها اللي بيتعلق بحياتنا العامة واللي احنا نستطيع ان احنا نهدمه لكن الأمور الفقية الباسية اللي صعبة اللي يعني عنها دراسات اه اوصع واداك فسرية دا اللي اللي ممكن يقال فيه مثل هذا الجو الموضوع بتاع النهاردة اتسلموا عن الدنيا المموعة كله يزيد طيب فيه حاجة افرد بينا في طريق بيعة زباع وعايز اردها تاني اللي عندك حق في الرب في حالات معينة ايه الحالات اللي ليه الحق ان انا اردها الضباع التي فيه خيار العلم وخيار الوقت وخيار الشرط وخيار المخابعة او الخبيعة ايه دولة الوثمين التي السلم تعبى والسلم تعبى التي تكتر يكون امت عملت زي حالاتي اشتركت السيارة اما كانت عالدي سيارة مغلبانة امجي واحد يبعني سيارة كم الواحد دا معامل في المسجد ابن حلال وتيب حشدان وعزان السيارة السيارة دا كانت مغلبانة ايه كان الريديتر دايما عاوز مياه وكان المطور دايما يصغر دا متر كل اسبوع عاوز لي متر غنزين الريديتر كل مصوار عبارة عن ثلاثين سيارة قد دينه متر مياه فنغلبني سيارة فاول ما سألت قلت له الريديتر مغلبانة قال لي لا المطور مغلبانة مغلبانة قال لي لا اشتري في السيارة وخط السيارة عيوبها ايه قلت له ايه عيوبها عشان رحف اللحة اللي يستم فيها كذا وكذا يبقى ما يستم فيها لو انا مثلا المسجد اذكر اذكر من هذا انا وخط في السيارة يظهر انك هي عيوب غير اللي هو الهب يعيوب اساسية يعرفها كل راحب السيارة او نفس العيب اللي ما نبيهت عليه ظهر انه موجود لي الحق في رجها سرعة واذا لن يرضى قد يروح للحاكم يقول للراجل جاه دعلي سيارة سكنها كذا وعمل كذا والسيارة تعيب انا درجع عليكم عليكم حيبقى تلقى كذا ليه الحق في الترجع في ناس طلع وعيد واخد السيارة ويروح ناس في الحياة واذا وقد يشير يقول لي اسمع تقول لي عيب معيب انا بديعه سكراب عاو في استراه سكراب يستجد في استراه للراجل انا مالس مشئولة انا بقول لك في السيارة قدامك تترابه استريعه لانا سكراب هذا يبقى ثلث رسط يعني هتشتريه عليك ان تروح تباعها قطعة قطعة احنا بيجي لوق مشكري من اي مخل بعد ما اشتريه كفء السيارة ووقت البيتة يبقى ان فيها ستة ممتوشة او فيها كروس او فيها صبغة نقط فيها صبغ بعيث معنى هذا ان كتعة الاكتوشة دي كتعة القناس دي او نسيب معيبة مثل حق ما ترجعه كفر الثمن ببعا او فروح تعمل ثمن ثاني كفر الثمن ببعلك على انه معيب وبعدين اسم خيار العيب طب واللي باعلي السيء في عيب ده حرام علي ولا مش حرام قلت حرام عليه لا شك في ذا لحرام باتفاق العلماء اذا كان السيء فيه عيب وانت تعلم العيب ولم تبينه فتدرس افتاك المثل والرسيل صلى الله عليه وسلم يقول منغسنا فليس منه والتعارف الحديث لما واحد مذكور عن ديكو في في التمثل الاجتماعي واحد اشترى من واحد ماتا فواحد جالس حدر اشترى بعد ما اشتراها نسي فاللي جالس جامس هو اللدايا كان نفسه لقق الرجل قال يا رجل قال لي نعم قال اشتريت الموكة للحن ام للرسول قال للرسول قال انها لا تسلق للرسول قال اذا ارده فردها فكاقبها قال يا رجل البائع اشتت علي بيعي فلما فعلت هذا قال انه سمعت رسول الله قال الله عليه وسلم يقول لا يحل لنسلم يبيع من اخيه سيئا إلا بيّنه ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا أن يبينه يعلم موكة إلا بيبيع يجب يبينه ولو رأى ان ان البائع باع رس على الذي يعلم ان يبينه انت تعرف لما بتكون وقت انت وبتستري انت بتستري بنعني بالخدر اي التاكي او فاحب حاجة كانت السكاة اللي غايت معكار استئن بجمارين استر ببناء قلت واحد وكل وعايز استري قال له بكار قال له ببناء قال له لا بغل قال له ما هو يلبي استري وبعدين يغمز دعينه وصحابنا هم يقول له انه بو خاشقه بيه انا ويعملاش لحد غير استضر هو بيعملها لكل الناس وأكل من كده كمان فحبني بك انه يستشهد الان في حالة ديسة اللي ما فيه فيه يجب ان يقول له يا راجل انا استريتها منك لدينار فبيع له بيعه مثل ما بعته بيعه له يعني مثل ما بعته ايه اذا معرفة الاسم حتى لمن يعلم يجب بيعمل ليه لانه الاسم في دين منه انه دين النسيحة الدين النسيحة كان لمن يا رسول الله قال الله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسرين وعامة المسرين يعني وجد تنفع ائمة المسرين ائمة المسرين يتنفع عامة المسرين يتبقى لما الحديث يقول الدين النصيحة يعني اتعلم المعنى ايه بحسب معناه اذا لم تكن نصيحة فلا دين الاسم سيبقى مقيمة طب الحديث الرسول عليه السيخلاة المسرين يقول المسلم اخ المسلم لا يظلمه ولا يخزله ولا يسلمه طب هو المغسف ولا مغلما ظلموه بالله عليكم لما تنسف المبتمع المتناسل بالراسل تجد الظلم دا يقوي 5% اللي ماشي في المبتمع في كل مقطع في كل بسعة يقوي 5% 99 95 99 10 عشان يتبقى للراسل دا على 3 اذا الوافع يا اخي وجد مدرة المفهدي تدراس كافي وشوف بقى بعد كده فيه خيار تاني اسمه خيار الرؤية خيار الرؤية عن ايه انا بذكر منك اصاريت منك ألف علبة منظر ما معروفة اللي افتلة انا عايزها منذ ان المسنوع في نصر آآ تبع خلطة سهر خبركة تروحتي جبت لي بتاع خلطة شعر امقصة العلبة. طب انا مسترع العلبة دو انا مسترع العلبة اللي اقوله واللي معروف عن جمع اللي بشريها الان الدمعيات. يبقى انا لما شدت هذا اللي هو الحق. اذا رأيته ان انا ارده لان الرؤية اعطتني كترة غير اللي كنت تفهمها. الاشر ان اذا دعنا في وطينا يجيه نفس المعساكات بيمشي. اذا ده اقل من المعساكات على كل الحق اللي مش كاري لان حق المعيش. ان يرد على كل انجانش متفق مع المعساكات. كان يبغير كبه. افرد اللي نستويب منك. انت قلت انا عايزي. انت عاوز عايز. عاوز روز. انت يا جماعة كثير. بتروح تستني دولي بتاع الخيسة. وانا بروح تستني بالكيلو. تروح تبط لنا خيسة الله يرأى مولدك. انت زين بس الخيسة بتباع بلاقي. اه باربعة جميلات بخمس جميلات. جي نبي. ما. 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 انت لك موافر. ثلاث سنة خيسة منك الخيسة بخمس جميلات. ما هي رزي متعارف ايه. انت له اه هو الموع اللي متعارف ايه. راح باب اللي متعارف ايه جاني الرزي. انا ما شدته. قدت الحد ان تكتره. ومع جبنيس هو. مع جبنيس. انا بمجرد نشوفه. ليه الحق. ان اقبل البيع. يعني اقبل المبيع او ارد. اذا القعدة هي ايه. من اشترى سيئا قبل ان يراه. له الخيار ازارة. له الخيار ازارة اه. اللي اشترى هذا قبل ما يشوفها. له الخيار لما يشوفها. ولما يشوفها في المجنس اللي فيه التواتم. اذا انكذب المجنس. وان اذا اسم خيار المؤمن. والمثاة اسم خيار العيد. اما الخيار اشتر في ده ايه. قلت برضي شوف. انا خيار من مجنس. كيارة. قلت لك شوف يا اشتر. انا سيارة كان خمسمائة سيارينة بخمسمائة. بس. بصار. انا انا ملي مهلة. اسبوع. على مجرد السوارة. واشوف عيبة. وعرضها على ميكانيكي وكهربائي واشوف ايه. او لا يتم. الا بعد مضي المهلة. فاذا ماذا في المهلة. وانت وفق. او مرجع تلوس. يبقى اذا ما حدث ارد البيعة. لي الحق ان انا اردها. لان احنا تركين. اننا لي مهلة اسبوع. ممكن المبايع بعض ياخد مهلة. عند رعب الفقهات. مثل المشتري. يقول لها ما بأكلت. بس. الدين مهلة ثلاثة ايام. يقول لك ليه. طلب العربي اسبوع السيارة ديا. يعني. غلي عند اولادي وعند جبسي. اسكع ركتمعهم. ببعه. ولا لطة. ففي اسبوع الايام الثلاثة. اذا استفع مثلا يقنعهم. يبقى يرجع يقول لك ثلاثة مبارئة. ما استفعت. حيسترب دي الثيارة. او له الظروف. حيشك نفسي يستطيع يجيب تيارة بجيبة اي لا يستطيع. حيستنق معه. لما حيعملوه دربة. نحن. فله الخيار ايضا. اذا خيار السرق. معنوه ان انت تسترق انه لك الخيار تمبدأ بكده. وده يبقى عمر سرعي ومسروع ومكتف على ده. ايضا لسمه خيار الخباع. خيار الخباع ده بقى ده العملية اللي مسيه في سوق النار ده. ايه حكاية. قالت انت. اروح. اتفرقت على السرع. شوف البرتقال يا جد في جيد. اتفرقت على كمات البنجورة غطا من كده. عجبتك. القنل البنجورة كلها كده. قالت كده اكثر من كده. شبه ده ممكن قصة ايه تمضو. اتفرقت عجبه. اصلوا مواجد ده سيقير. لأي حتى قلق صوب في جنبها عكسي. لانا بارو تفرق ان نتيجة عكس السيقة على كنت خصوصا في عملية البيع والسرن يسا للناس التالحين إخانة المؤمنون يجب عملية الأهمية في السيط جدا فبعد أنت ما قاد لك صندوق وحطه في السيارة بعد ما روح أنت تكت وجدت الصندوق منك تلتون هذا فيه عيب في نفس الوقت في الخباع لأن يوم ما بيخلق الحد الزين فوق الحد الزين يبقى تحت يبقى بس مخدع فليس الحق تترب بسم الخباع وبسم العيب في حد تانية تبقى خباع بس إيه الخباع بس وانخباع السرق بين وبين الغش ما فيه ما فيه سرق بين وبين الغش انسلوا انت سر السيارة قال لك اه اسمعني انا بتكلم عن السيارات بسرع لان يبقى بسكتوه من تهلة دي يعني ما كانت حاجة طرفة التي يفيدي يفيدي اقول لك انا شريحة اه بتلتمية جميع طيب تبعها لداء بسل سمية وخمسين لا ايوة ايوة لا تلعب سل آكر ايوة وستريحة استريحة وخمسين رأت دوس على الباعه عدت كبسة قال لك اهالي كبسة قال لك انا بقى هالي كبسة قال لك انا بقى هالي كبسة يا خبر يعني غشينه توني الديلارد قال لك احنا بردنا اللي غشتونه باللهم ما بغشتين بالمية باليعفي قال لي غشتوا فقالت وامت ماشي كبسة هذا وعنى كبر خداع فليس الحس اللي كنت تذهب له وتترب المية بتاعتك انت ايضر الدنيا في واحد سوف الحديث يسوف الرسيل عليه السلام كان في واحد كل ما يسير الناس يغلبوه يغلب في البيعات فالرسيل عليه السلام قال له اذا بايعتك كل لا خلابه ولي الخيار ثلاثة ايام لما اتحت المبايع بينا تبنفر قل له لا خلابه يعني لا غشت ولا خداع وانا لي الخيار ثلاثة ايام لغاية ما اطمئن انك لم تكن غشتاكا معك هذا الحديث اصل لحاجاتك في السلام كان كل ما يجي يسير الواحد يقول له لا خلابه ولي الخيار ثلاثة يقول له ثلاثة لا خلابه يعني ايه يعني لو حصل خداع له حط ان هي يرد ايه كل الكلام اللي قلناه ده ينتبق على ماذا عسى انك الثلاثة لا تتطلع من يوم وثلاثة انا لا انت راجل غشتاش وتستحبك رد الجداعة والثاني قول عليه الصلاة ما هو رأى واخد الجداعة بشتك فالكدة الثلاثة وتعمل مثلة على ثاني الحجات البسطة يكون العلماء ان خداع البسيط الاسلاح ان البسيطة التاسهة اللي 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 ما بتتكلم عنها ان هي ممكن تحصل في كل بيع هذه لا تستحق فكام القضية للا رب البداع انه هو حسب العرض ممكن يحصل يعني ايه مثل البرتقال قلنا في البرتقال زين ووعتك يا بات خمسة ستة سبعة تمام ليه بها مستدعى ايه لكن لما تقصي ده مستدعى هو فيك كان عشرين فكام المنون وحدة وقتل على ثن ربقهم بقى خراب بيت خصوصا الحكاغلية واللي كان بسجة بقى فالمسألة مهي بسيطة يبقى قالوا ان الامور البسيطة دي اللي عم تعرف الناس اللي هي سهلة الناس ما بتتكلم عليها يبقى معت عنها اماما الامور اللي في عرف الناس بتتكلم عليها بقى يبقى يقول فالراجل زود عليك قلت له ياخي عطيني مثل السوق قلت اقتمنت بايه تعرف ما تيس اغلى من ابوية رقبت لك يامين شركي وحيات ابو من قلت بغير الله بقى بأسه حق وحيات وحيات وبينفتبك انت ثلاثة من الثلاثين دي اللي يستويق وواحد الايه في المبلغ السعر ده لما سألت حتى في الاماتل المجنبة كذبت السعر غالي لكن غالي عبد ايه كذبت غالي ودارعا نفتل نفتل المتر ان تاخد المتر باثنين دولار ده عالك بجنارين يمتل اظن الفرق ده لا يستحق ان احنا نعمل نشكله لكن بجنارين ده عالك بجنارين وربع او بجنارين ونصف اه يبقى الفرق ده يستحق الكلاثة وليعرف ما المنطقة دي اللي لست متعرفتك متعرفتك الناس بلها صح هذا اسمها السلم حالي لست قبل ما نسي السلم جبيع اسم السلم واسم السلم في البيع كلك عملتوه في بلادك ومنطر يفعين الهمة هدركك بعطلوس بعطلوسك الغربية قولك اذا كان معطلوس كانت يتزد بسباع دلوقتي مثلا اه باربع ادنار انت عارت انها بعضين بتجيب تمين ادنار وعشر ادنار مثلا فا ارسل فلوس يستريلك مكدما لغاية ما يفلع الزيت ويقوم ايه ويبقى هتكتب انتك العادة ان الناس في البيع والفترة بتفكر البداعة وتأجل الفلوس العملية دي بالعقل بتبتع الفلوس وتأجل البداع اهدى لكم السلم او السلس ان الكنيس تبتع اولا والبداعة تسلم بعد كثرة جمنا الرسول عليه الصلاة كما جاءت الحديث الصحيح اللي رأيه تكلم لما رأيه النبينا وجد هم يسلطون في السمر السنة والسنتين يعني ايه يعني كل واحد واحد عنده نفس واحد مع السلوس فيقول له اسمع خب الميت دينار دولة لما يوجد السمر اخذ منك كذا وفق او كذا سعر ديه السمر وعدمية ثمان للسمر اللي بعدها وعدمية ثمان للسمر اللي بعدها قد انا ساري منك لتان تانى لثلاثة مرة فالرسول عليه الصلاة السلام لما رأى هذا قال لهنا من أثلت يعني تلم المبلغ مقدما تليسلت في كيل المعلوم ووضن المعلوم إلى أدل معلوم يعني ايه؟ يعني سلسه يعطيه المبلغ ويحدد جنة البضاعة ومعه يستثب تعطيه يتنه او يزنه من أجل بتاعها يعني هتسلمني في تهر مايب تهر يومي تهر حزيران بثبات يسيد هتب الصهور اللي يتكف عليه يبقى يحدد 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 قالوا بناءا على كده يبقى يجيز السلف فالفقاء قالوا فالاسياء اللي مش ممكن تتحدد يجيز ثلاث فيها ولا لا يجيز قالوا لا يجيز مثل ايه مثل الحوامات التلت التلتجي وانا حسكري كمال عسر معاد فالمعاد دي تتعيني نزال انقلت بالوزن ممكن يبقى الوزن صوب وعظ وده ولحم مقليل انقلت بالثل في الثل ثلث يتاوي ثاني ونصف وفي الثلث يتاوي تتاوي تتاوي انقلت بالثل عمرها ما تقدر ما تقدر تتحددها اذا التحديد في نفس هذا غير ممكن يبقى الثلث فيه يبقى ولا يبقى لا يبقى يشترك في الثلث بقيه ان الجلسة اللي نعمل البيع فيها اسلم المبلغ فيها طب ولما سلمتك يبقى الجلسة اللي نعمل يبقى نعمل يبقى نعمل من جديد تهبني هلما سيناس طيب يوم ما جيت السيني من الجباعة قد رفت الثلثيني انا متأسف انا ما عنديش بباعة طب لا تستريع واخن السوق اسلم منعيش في نفسه اقول لك تعرفت انا عندي برد تأخذ دبل الكم تأخذ برد تأخذ برد تأخذ منه كمش ايه رأيات قلت عاوش تأخذ قلت تبقى نعمل ايه رأي حالة قلت هذا لا يجب لا يجب تأخذ تأخذ برد ليه قلت لانك حد بيح تبقى الكم قلت لديك برد قلت لديك برد يعني ايه حنعمل حساب الكمر بكم جنوة بكم النهاردة حنعمل حسابة يوم التسليم دي كان افرض انا مجيك للجنار لكن يوم التسليم عادة اتلئب تلتمي الدنيا التمت دين التلتمية دين كم برد قال لك لا يجب ليه المسيح ما انا لا يجب بيحتي قبل قبله اه طب انا مصابته فانا لما بحوله الى قمح ابقى ببيع واشتري معاه ابقى ببيعنا القمح واشتري منه قمح انا لم اقضب القمح سبقى جالزاتهم ولا نسب جالزاتهم انا طرف جماعة هنا كسلمين يا لهم ما معاملة ما هو دا المعاملة اللي احنا عايشين فيها يا خاني دا كل بلاد ما بتقس بيستطلبك طبت اول ما اروح انت جامل سويس اه تبقى اربوك معاك الدينار والله استنى دا اكنا عندينا داع حلوة ايه بس ايه بس ايه بس بس المتون الالف دنار دا حسلم هم للثلاث ثلاث فانت تبقصت المسئلة عاكم فيها هارفنا اللي بتبقى يبقى الافلاح لابد يكون في شئ معلوم والاجل معلوم واليكون في شئ معلوم الاجل معلوم اللي هو بسيس تب يوم بسيس يتقدر يسلمك في الثلاث ايه الثلاث اللي انا الثلاث اللي انا اتحددت هاله الثلاث منه ثامن السامر النهاردة لا الثلاث من المبلغ اللي انا اعطيته اياه ليه قالك لما في الثلاث ثامن السامر تعمل اتبع ثلاث ثامن انت استلامك عشان تبقى هو ثلاث ثامر اللي انت بتبقى له انت بتبقى له انت بتبقى له فيه مجهول يعني كلامك اتبقى ومس ملتك 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 انت بتبقى له انت بتبقى له انت بتبقى وبعدين خمسين ثلاث وتقلمنا الرز تقلمنا ألف كيلو او ثلاث ثلاث لم يجرد هو عسان مديون او مجبر ببقى مستر ياخد النقص اللي انا نقص ده اسمه نقص معقول ولا كاحس النقص الكاحس او الزيادة الكاحسة حسب العرب يعتبروا ظلما مش احنا اعتبرناه ظلمة البيع مش قولنا لو يزود عليه نقص النار في بعد الجمرين انه ابقى ده غلط من اكترده اه هنا برضو كبا عشان نعرف الناس بتستغلها يكن كان في السيء ابو دين أباربع بنانير يتلت فيه ثلاث في دينوارين بس يجي الراجل في ايام هياكم يبقى احييكم بضعتوا بالتاوي خمسة بنانير يوم البيع يوم التسليم يطوي خمسة وهو واخد ثلاث مين كثة ربيته يبقى يبدئين والمسألة اذا كانت حسب يقبلها الارث لكن الشيء البسع ده لا يقدر وإلهني نساتي يا الله اعلم هذا على فترة قبل ما ننتهي الاسبوع الخميس اللي جاي فقط هو اللي حمات بعطلة لأن انه هو قبل يوم عرفة الخميس اللي جاي هذا فقط على فان اللي عايز يستعد العرفة ويستعد العرفة ويستعد العرفة الاخوة اللي معاهم اسماء أولادهم وأنه يكتبارك باسم ابنه أنه يبقى يسلمه قلارة قديمة على السلم اللي هنا على السلم من الأسلم من الأسلم المسئلين فيش على حد عن ذوقه تسلمك سابه ها الله استعدك قبل الأسلم يا أحمد انت ما تكلمه في القصة في القصة أبيوتس نسلم أهم هايبقوا أعطيهم هنا علشان يخدمون سنارة من الأولاد كيف تقال هنا لا ما نكتب الأسلم فبعدين يعني فل احنا أرجو ان احنا هناك بالسطرة الغابلاتي السطرة اللي بعد العيد هتبقى سطرة جادة شوية يعني سراءه ان يكون منه كلنا بعد العيد مستغل ما أدري هل عندنا استعداد كلنا يعني كل واحد عنده استعداد يستغل يقوله ما مستعد يستغل في حكم الدعوة على قدر جاهده لذلك يعني احنا شكرا من نحن المزن اشتركوا في القناة ا اشتركوا في القناة